اهلا بكم في اخبار المساء اطلقت وزارة الثقافة والرياضة والشباب جائزة الفنون لعام 2023 في ثلاث مجالات وهي الافلام الدعائية وافلام الرسوم المتحركة والموسيقى التصويرية تستهدف العمانيين والمقيمين من سن الثامنة عشر فما فوق وتهدف الى اكتشاف المواهب الفنية في مجالات الجائزة المطروحة وابراز الجانب الابداعي للمشاركين ودعم المواهب لدى طلاب الجامعات والكليات للمزيد من الابداع وتشجيع المواهب الشابة في مجال الموسيقى وتعزيز التعاون بين الموسيقيين والمنتجين والمخرجين في مجال صناعة الموسيقى احتفلت سلطنة عمان ممثلة بهيئة البيئة باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف ونفذت الهيئة ممثلة بالمديرية العامة للبيئة بمحافظة ظفار تزامنا مع هذه المناسبة مبادرة بعنوان ظلال الصحراء والتي تأتي ضمن المبادرة الوطنية لزراعة عشر ملايين شجرة برية في سلطنة عمان انقذ رجال شرطة خفر السواحل بقيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة حياة طفلين من الغرق أثناء ممارستهم السباحة في ولاية بركة حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية ونقلاء إلى المستشفى